بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الثانية قرارات التسعير وإدارة التكلفة مازلنا مع الأداة التانية من أدوات إدارة تكلفة ألا وهي نظرية القيود وبناخد مثال على نظرية القيود لدى شركة عسير الصناعية ثلاثة آلات متنوعة حيث تبلغ طاقة كل آلة ربعمية وعشرين دقيقة دي طاقة كل آلة ربعمية وعشرين دقيقة يوميا وأن الطلب اليومي على منتجات شركة الثلاث سين وساط وعين على التوالي عشرين وحدة عشر وحدات أربع وحدات والجدول التالي يبين تقديرات الاحتياجات للمنتجات الثلاثة من وقت كل آلة وجذلك احتياجات الانتاج اليومي من ساعات العمل المباشر فمن ضمن المعطيات أنا من المنتج سين بنتج الطلب اليوم عشرين وحدة ومن صاد عشر وحدات ومن عين أربع وحدات وطاقة كل آلة معروف خلاص ربعمية وعشرين ايه دقيقة هنا الآلة رقم واحد بنحتاج بنحتاج مية وستين دقيقة من عمل العشر وحدات من صاد مية وست عشر دقيقة عشان أنتج الاربع وحدات من عين الألع رقم تلاتة محتاجين من وقت الآلة رقم تلاتة مية وثمانين دقيقة عشان أنتج عشان أنتج الاشين وحدة من سين ومتين دقيقة عشان أنتج العشر وحدات من صاد ومية اربعة وشرين دقيقة عشان انتج الاربع وحدات من اهي. وفي معلومة كمان عن ساعات العمل المباشر المطلوبة اربعين تمنتاشر عشرة. وفي معلومة عن ساعة رباية الوحدة من كل منتج تمنمية الف الف سبين وخمسين. تكلفة المواد الاولية للوحدة لكل منتج متين وستين تلتمية وشرين خمسمية وعشرة. المطلوب. رقم واحد تحديد نقطة الاختناق لاغراض تطبيق نظرية القيود. رقم اثنين تحديد تشكيل المنتجات المسلى في ضوء تطبيق نظرية القيود. رقم ثلاثة عايزين نحسب عائد العمليات الداخلية الممكن تحقيقه يوميا في ضوء نظرية القيود. حل. نبدأ نحل مطلوب رقم واحد تحديد نقطة الاختناق. بنحدد نقطة الاختناق ازاي? انا عندي تلات منتجات سين وصاد وعين. كل منتج محتاج وقت معين من كل آلة. وبجمع بجيب اجمال الوقت. وبجيب الوقت المطلوب قنسبة من الوقت الايه? المتاح. اول آلة عندي. الآلة رقم واحد. كان معطى لها مية وستين دي معطى. يبالآلة رقم واحد. عايزين مية وستين دقيقة عشان ننتج لاشرين واحدة. وعايزين مية وعشر دقيقة دي برضو معطى. علشان ننتج عشر وحدات من صاد. وعايزين مية وتمانية دقيقة دي برضو معطى. عشان ننتج اربع وحدات من ايه? من صاد. يبقى اول تلات اعمال ده المعطى. هبدأ اجمع. هجمع ده زائد ده زائد ده يساوي اجمالي الوقت المطلوب للآلة رقم واحد عايزين تلتمية تمانية وسبعين دقيقة عشان ننتج المنتجات التلاتة. طيب. هجيب الوقت المطلوب كنسبة من الوقت المتاح. الوقت المتاح ده كان معطى في رأس السؤال بربمائة وعشين دقيقة لكل آلة. يبقى اسم الرقم ده تلتمية سبعة وتمانين على ربمائة عشين. طبعا. اقسم في مية دي كتسين في المية. وقرر نفس الكلام. الآلة رقم اثنين مية وعشرين زائد المية زائد المية وستاشر ده كلهم معطى. يبقى المجموعه يساوي تلتمية ستة وتلاتين. هجيب سمع الربمائة وعشرين تطلع تمانين في المية. الآلة رقم تلاتة مية وتمانين زائد الميتين زائد المية وعشين كل ده معطى. هيساوي مجموعهم خمسمية وربعة. اقسم خمسمية وربعة. على الوقت المتاح الى ربمائة وعشرين تطلع كام? مية وعشرين في المية. اكبر واحد هنا اكبر نسبة المية وعشرين في المية. هي دي اللي تمثل تمثل نقطة اختناق. نقطة اختناق. من الجدول السابق يتدعى على رقم تلاتة. هي التي تمثل نقطة اختناق. حيث تتطلب اجمالي وقت للمنتجات الثلاثة كام? خمسمية وربعة ساعة التشغيل. تمثل اكبر وقت ويزيد عن الوقت المتاح الى ربمائة وكام? وعشرين.